موسيقى في الوقت اللي تتحرك القضية بعد عام و ثلاثة شهر ناخد فيها إجراء متع تحجير السفر بعد ما نكون لنا مشيت وجيت ثلاثة مرات من الوقت هذكا على فرنسا و تونس ما كان إقامتي نعود أن نذكر فرنسا وعادي ثم بعد ذلك معناتها نعمل مطلب نتعرف على تحجير معلل حتي في وضعيتي لكلها على مستوى الإقامة متاعي أكثر من حك أنا عتي تعاهد أنه في صورة استدعائي نكون حاضر وهذا هو بالمناسبة في وجودي معاكم هو ذلك تعاهد أنه في صورة ما تمت استدعائي راني نرجع نشوف أنه القرار ما نجم يتفهم كان في حاجة بارك وهي أنه نكران عدلة فما حالة نكران عدلة بتبقية الحال هذة عنده أسباب الخارجية عنده أسباب المحيطة منيش نحكيه على موضوع متاع سرقة واختلاسة وشيكات بدون رصيد نحكيه على موضوع سياسي واصلا في دولة تحترم نفسها من المفروض موضوع الكل يقع بده ضمن مؤسسة وحيدة اسمها المحكمة الدستورية هذه مؤسسة متوجدتش وربما متوجدتش لهذه الأسباب باش نخليوا الناس تفصل خلافاتها السياسية بطريقة جزائية هنا تحليل ماهوش معطى التحليل خطرني ما عنديش أدلة وبرهين في الموضوع لكن أنا كي نقرأ المعنى العام ونقرأ السياسي أنا مطالب كسياسي أصلا بتحليل الوضع العام في علاقة بشخصي وفي علاقة بكل ما يحصل من انتهاك الحقوق والحريات هل نعرف اليوم صحفيين معناها اللي يتكلموا اللي يحكيوا اللي ينتقدوا في السلطة عفوا ما مرسوم تحطلهم بالذمق بقى هو عنوانه انه هو بشي يحاسب الجرام الالكتروني اللي بالمناسبة قاعدة تزيد في سحل المعارضين بتاع النظام لكن في المقابل نقاو معناتها تكاركير على المحاكم نشر نوع من مناخ متاع خوف ان الناس ما عاش ناج متعبر على رايها المشهد السياسي قاعد ينقص كثيرا من السياسيين والفاعلين والنشطاء هذا هو المعنى العام مناخ عام من الخوف يخلي السلطة تخدم بالطريقة اللي تراها هي بواة مرتاحة وتخمد اي صوت معارض وتعرف انه السجن حاجة قاعدة تدور في اذهان كل من هو طرح روحه ان يقدم رأيه فهذا هو يعني تحليل العام اللي اي ان كانت العملية معنات بشكل مباشر اني ما زلت نتكلم اني ما زلت راح روح الناسي في سياسة انه الحلمة متاع لولانية متاع 17 ديسان بارة بارة جانبي رافضين ان نتخلى عليها تحت اي اعتبار هذيك بالنسبة لينا السبب المباشر والدليلي على ذلك اضافي دليل اضافي معناها قرينا اضافيا صحة العبارة انه فما ناس بدلت موقفها 180 درجة توقع روحها مشاركة في حوار توقع روحها مشاركة في البرنامج الجديد توقع روحها بعيدة على كل ماهو تتبع قضائي توقع راست غانوش لم يدعو الى تلك الجلسة ولم يكن من بين داعينا لتلك الجلسة ونزيدوا نقطة اخرى راست غانوش كان يدعو الى الجلسات واحنا كنا موجودين في برنامج وكان تحضر عبير موسى وكان يحضر سفدي مخلوف وكان يحضر زيد الغناء وكان يحضر يكون منتخبين من الشعب في انتخابات التشريعية فواحد مدعاش اثنين حتى كان ادعاه هو ولا غيره هو يقوم بدوره وانا عندي كنائب في ذلك الوقت القرار السياسي اني نحضر ولا ما نحضرش دوافعي للحضور كانت واضحة ومعلومة انه هذا المصار رفضي وهذا المصار احادي الجانب هذا المصار مشافي اتجاهات وخطوات نحن وضدها نعتبر انه تفرد بالسلطة ما فيش امكانية انه يقع معدل صلاح اجتماعي واقتصادي وربما الاحداث ومات لها بعد ذلك تبين انه هذا كان من التقديرات الصحيحة ما كانت شنية انه نجيبوا جهاد ضد حق اخرى ربما كانت الدعوة انه يكون اكثر هناك حوار نحن مؤسسة من بين المؤسسات تابعة الدولة منش مؤسسة خارجة نفس الدولة نفس الشعب الذي انتخب رئيس الجمهورية قيس سعيد هو ذات الشعب الذي انتخب قبل لحظات زياد الغناي وغير زياد الغناي بالبعض الاحيان جهات سياسية خدمت في حاملة قيس سعيد بالتالي ما فماش موضوع انقسام وقتالي الشعب مشاهل الانتخابات التشريعية ومشاهل الانتخابات الرئاسية وذلك البرلمان انتخبه أكثر من 3 ملايين توسي وشاركة الانتخاب في الناس معانتها فهناك مسئولية والقضية مش قضية امر واقع مش قضية معانتها جيب سيف كوجا جابني مش قضية انه نبدله لهيئة الدولة القضية انه هذه الدولة يجب ان تستمر بالقواعد التي هي موجودة في العقد الاجتماعي العقد الاجتماعي في ذلك الوقت اشنوه الدستور 2014 ومن هنا انا عاود نقول لك اذا كانت تحب الخلاف يكون في المعنى هذا تفضوا محكمة دستورية محكمة دستورية مكانتش موجودة وكنا متقلقين ياسر انه مكانتش موجودة وليوم محكمة دستورية تكون موجودة بجارة قلم ولحد هذه اللحظة مش موجودة فبالتالي يبدو انه اي سلطة سياسية تتمسك بالسلطة تحت اي ضرفية سواء شرعية وغير شرعية وانقلابية وغيرها الكابوس الاكبر بالنسبة لها هنا تكون هناك محكمة دستورية من بين الادوار متاحها انها تحدد لها صلاحياتها وتوضح علاقة النظام ببعضه وعلاقة السلطة ببعض البعض وعلاقتها بالمجتمع كذلك هذا الجهاز في جزء منه يقاوم وفي جزء منه اخر انساعي للامر الواقع وفي جزء منه خايف من وضعية الانفليات القانوني والمرسيم وامكانية عدم التعاطف الشعبي وعدم اعتبار ان قضية استقلال القضاء هي قضية مجتمعك قبل ما تكون قضية قضاءت فبالتالي المعركة متواصلة والمعركة ستتواصل المعركة استقلال القضاء هي معركة جوهرية بالنسبة للمجتمعات بالتالي ما نقولش انه القضاء منصع نقول انه اليوم في وسط المناخ العام اللي تواجد فيه القضاء هو قضاء لا تتوفر له شروط الاستقلالية او قد تكون استقلاليته مكلفة بالنسبة له ومكلفة وكذلك حتى لجملة المتداخلين في هذا القطاع العدالة والقضاء فنعتبر بطبيعة الحال في وسط هذه الظروف انه احكام القضائية تستجيب او في جزء منها الى نوازع السلطة السياسية بوضوح وقت اللي يخرج يقول انه من يبرئهم فهو شريكوا لهم فما نستخدم تيب نفسرها للناس بالواضح معنى فما ناسه فيك خدمتها يحس روحوا مع غدوة معزولش كمش يصرف عليها فما نستقلها بالمعنى ليه التيار الديمقراطي دوره وما يقوم به الان هو مؤتمر الثلاثة اللي كان منذ شهرين هو مدعو الى اكثر انفتاح مدعو الى لعب ادوار ريادية في المعارضة مدعو الى توعيد وهذا يدورها الى توعيد كل المجتمع بمخاطر الافرياء بالسلطة ومدعو كذلك بالرد على الموجة الشعبوية اللي تعتبر عملية التحزب هي عملية متع شركات وعملية متع التقاء متع مصالح لا الاحزاب مسألة النموذجية الفعل السياسي فعل نبيل ودورنا ان نعيد انتشارنا ونعيد نبنيه وهذا ما قاعد نقوم به في ادبياتنا في هيكلنا بالنسبة لما يعرف بالانتخابات الرئاسية التي يمكن انتقع والاحداث السياسية نحن من الحقيقة داخل طيار الديمقراطي لا نريد ان نقفز على الاحداث نعتبر انه دورنا الان الذي نقوم به في مقاومة هذا التمشي اساسا في توعيد الناس في الحديد في الحوارات في القاوي مع وسائل الاعلامة الحفاظ على المناخ الهدايا نعتقد انه دور ضروري ومركزي باش السلطة هذه ما تمشيش القدام ونعتقد انه قاعدين ننجحوا لانه فما برشة احزاب ظهرت وبانت كبيرة ولرنب في الوسعة جراية وظهرت وعملت بتيندات وعملت كذا لكن هاك تشوف على مستوى دورهم الفعلي وتأثيرهم داخل المجتمع قليل التيار الديمقراطي انطلق من مناخ الفتاح وغير مستعد تحت اي اعتبار انه يتخلع لذلك المناخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة